دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المنظمات الإنسانية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية وتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب الذين يواجهون تبعات آلة حرب الميليشيا الحوثية الإرهابية ووضحت الوزارة في بيان لها أن محافظة مأرب ومنذ الانقلاب الحوثي تاوي أكثر من 2 مليون نازح فروا من بطش وظلم الميليشيا الحوثية بحثا عن الأمان وأشارت الوزارة إلى أن مأرب تتعرض ومنذ مطلع فبراير الجاري لأكبر وعشرس هجمات حوثية استخدمت فيها الميليشيا كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية لافتة إلى أنه في ليلة واحدة فقط تعرضت المدينة لعشرة صواريخ باليستية وأعربت وزارة الخارجية عن استغرابها لهذا الصمت من قبل المنظمات الإنسانية الدولية أو لبياناتها التي لا تحدد أي مسؤولية وكأن الفاعل مجهول وهي تشاهد وتسمع ما يتعرض له ملايين المدنيين والنازحين من مخاطر نتيجة لتلك الهجمات الحوثية التي لم تحترم القانون الدولي الإنساني ومعبرة عن استغرابها من التدخلات الإنسانية الخجولة لهذه المنظمات في مأرب والتي لم ترقى إلى مستوى أدنى الاحتياجات الإنسانية ترجمة نانسي قنقر